وبالحديث عن الفن والمهرجانات الشعرية يسعدنا أن يكون معنا الشاعر المتميز والذي دائماً له حضور معنا في صباح دجلة بكل المناسبات علي غازي يسعد صباحك وأهلاً وسهلاً فيك أستاذ علي أهلاً وسهلاً بكم صباح الخير على قناة دجلة وعلى كادرها المتميز وأكيد صباح الخير عليك شخصياً وشكراً لهذه الاستضافة الجميلة ودائماً نحن نطلع حلوين في قناتكم المؤقرة قناة دجلة الفضائية بتنورونا بتنورونا شكراً إليك أستاذ وصباح الورد عليك بداية أستاذ بحب بما أنه كنا عم نشوف المهرجانات الخاصة بالشعر فأولاً بحب أسمع رأيك بهذا المهرجان مثل ما شفنا بكربلاء المهرجان اللي جمع شعراء عراقيين وشعراء عرب يتغنوا بحب العراق وقصائدهم كانت مشاركة وأكيد تغنت بحب العراق وعمق الترابط ما بين الأشقاء العرب فأعطينا رأيك بهذا النوع من المهرجانات تحديداً أكيد العراق واللاد في الشعراء والمهرجانات والمنتديات وخاصة تعرفين إحنا شعب حنون يعني جداً وشعب صاحب غيرة لذلك دائماً ما نشوف المهرجانات في كل مكان في محافظاتنا العزيزة في بغداد أنت شون الساند وطنك؟ شون الساند القضية اللي تدافع عنها؟ أكيد من خلال الشعر من خلال المهرجانات وأنا بدوري أنه من خلال قناتكم أشكر كل الناس اللي تسعى لإقامة مهرجان لإقامة منتدى حتى توصل المفردة والكلمة العراقية إلى باقي شعوب العرب بالصورة الصحيحة والصورة الجميلة وليس بالصورة السيئة نعم هناك مهرجانات ليست في المقام الأعلى مثل ما نقول لكن دائماً أنه ما نسعى لتصدير الكلمة الطيبة للمفردة الجديدة لكافة شعوب العرب وتعرفين إحنا بالفترة الأخيرة كسرنا حاجز الحدود وصلنا في كلامنا يجوز حتى للعالم يعني مو بس للوطن العربي نعم نعم جميل نعم أستاذ علي إحنا بنعرف أنه أنت النوع الشعر الأقرب لقلبك هو الشعر الشعبي وشو بسمعنا اليوم من قصائدك اللي حكيتها بالشعر الشعبي تحديداً يلا نسمع يقول مثل الغصم ضليت ياه الإجوحط يتربى فوق الإيد ذا بخير بالشط أكلوني ناسه هواي إش قدوا أقف لهم أشتموا أسباً عيب زحمة من هلهم أذكر مواقف ليش يا موقفي طيب عاين شعرها الراس ويجاوب الشيب ظلمت دروب وياي بس الله نوره تضو الدروب وش موع من قراله سوره خرزوا وقعت ببير والذب كعمة وين ليدلع ليك والدنيا ظلمة نهرين أصب ودموع ما كفة نخدود كل هذا ويقولون أيس ولا يعود قلوا لي يا بفراغ بفراغ أشلني ومن هجرك انجني تمحها تحملني لامتني كل الناس شمسوي قالي كوني يلوم يعيش لحظة بمكانه كوني يلوم يعيش لحظة بمكانه الله عليك الله عليك والله يسعدك يا رب شكرا لإلك على هالشعر الجميل جدا سؤالي لإلك وسؤالي دائما بنسأله للشعراء هل بتشوف انه اليوم الجمهور بيتابعوا الشعر والشعراء مثل قبل ثلاث أو أربع سنوات وبدي تعطيني كمان السبب من بعد ما تعطينا رأيك لا أكيد متابعة الشعر حاليا أكثر يعني بالنسبة المئوية أكثر من قبل لأسباب عدة يعني مو سبب واحد بصراحة أولا احنا مشاعرنا جياشة يعني دائما صحيح بسرعة نحب كشباب كفتيات كصبايا بسرعة نحب بسرعة نتعلق خاصة احنا الشعب العراقي يعني صحيح وبسرعة نعوف هاي مشكلة خلينا على الجزء الأول خلينا نجرح يعني في سبب الجروح الزهين فهذه فإحنا عايشين بدوامة يعني دائرة هي يعني ما نطلع من عدها بتعبين نفسنا يعني تعرفين أنت تأثير السوشال ميديا نعم أنت صارت عندك منصة بهاتفك هذا الهاتف صحيح هذا الهاتف هذا أصبح هو التلفزيون هو المنصة هو اللي يوصلك للجمهور نعم فمن خلال هاي التطبيقات ومن خلال أنت يعني حساباتك الشخصية تقدر توصل لأبعد الحدود وتطرح محتواك لكن بصورة صحيحة حتى يوصل للمتلقي بصورة صحيحة يعني إحنا دنشوف حاليا أكثر القصائد اللي منتشرة بالعراق هي انتشرت عن طريق التواصل الاجتماعي صحيح ما يعني ما طلعت من من مهرجان أو طلعت من برنامج أكثر القصائد دنشوفها أنه في التطبيقات اللي موجودة على حسابات الشعرات الشخصية أو على حسابات فانزات فأكيد هذا يساعد الشعر الشعبي للوصول وتعرفين أنت اليوم الشعبي العراقي واعي نعم طبعا يعني واعي جدا يعرف المفردة الصح ويعرف الجملة الصح يعرف أن هذه القصيدة خطأ هذه القصيدة صحيحة للشعر الشعبي التواصل الاجتماعي إلى فضل جدا كبير يعني مو بس على الشعر الشعبي حتى عن مستوى الإعلام مستوى الفين مستوى التقارير الأخبار فسبب رئيسي نعم نعم أكيد يعني أنا أكيد على كلامك أنه أكيد السوشال ميديا أدما دائماً منحكي مرات عن سيئاتها ولكن هي لها إيجابيات كتير كبيرة يعني كل شخص عنده محتوى معين جيد ومفيد وتحديداً نحن نحن نحكي هنا عن الشعر صار يوصل للشباب أكثر صار يوصل لكل الأعمار ولكل الفئات بشكل كتير كبير وأسهل سؤالي لإلك شو أكثر أنواع الشعر اللي بتحسها منتشرة تحديداً ما بين الشباب بهذا الزمن؟ هل هو الشعر الشعبي عشان هيك أنت اخترته؟ أكيد هي نعم أنا بالأساس شعر غنائي فلذلك شعر الشعبي دائماً أحنا عندنا الومضات الدارمي الأبوذية القصائد اللي يتحاكي حالة حقيقية من المجتمع نعم توفي دائماً الشعر مني يتوجه للحقيقة خاصة عندما تكون كتاباته على المواقف الحقيقية اللي يعيشها أو اللي يعيشها القريب من عنده نعم توصل للناس بسرعة صحيح نعم طبعاً يعني أنا مراتي إحنا أنت يجوز التابعين يعني وتشوفين مراتي تشوفين شخص منزل موسيقى لكن هو منزله بيت واحد صحيح يعني منزله بيت واحد هو من تأثر به من قصيدة مثلاً نعم نعم أكيد فلذلك الشعر الشعبي موثقيل على السماع يعني لا بالعكس قريب قريب من الواقع صحيح يعني هو الناس هارو يتوجهه أكثر يمكن لا يسمعوا إشي قريب لإلهم قريب لقلبهم ومفهوم أكثر ما بين الناس طيب اليوم لو بدنا نحكي عن قوة النص الشعري شو المعايير اللي بتحكم النص الشعري ومين أنت تحديداً ما يعجبك من الشعراء وبتشوف عنده قوة بالنص والله قوة النص موجودة نعم لكن في بعض الأحيان تصير يعني هناك نظم للقصيدة هناك قافية هناك وزين هناك حبكة موضوع داخل القصيدة يعني أنا برأيي يعني عندي شخص لا يتكرر اللي هو المرحوم كاظم أسماعي القاطع نعم من وجه له تحية كتير كبيرة يعني كاظم أسماعي القاطع لا يتكرر شعر لا يتكرر مدرسة من مدارس العراق يملك السهل الممتنع الله يرحمه كاظم أسماعي القاطع تأثروا به كثير من الشعراء ومن ضمنهم المرحوم سمير صبيح هذا الكبير العملاق اللي يعني غادرنا مستعجلاً مع الأسف زين فكاظم أسماعي القاطع يعني تحفى فنية نعم نعم أكيد الله يرحمه ودعماً إحنا يعني حرفين كاظم أسماعي القاطع شي يقول؟ شو يقول يلا قول يقول يقول من بعديش وغيابه وحشكم ومن جلكم قطع بيكم وحشكم بابي جابكم يم وحشكم وأنا المريض جيدكم عليه هذا كاظم أسماعي القاطع الله الله يعني فعلاً شعر جميل جداً وكلمات رائعة جداً توصل للقلب ودائماً أنا بس بدي أحكي هذا يعني هي شهادتي مجروحة ولكن دائماً شعر العراقي أو الشعراء العراقيين شعرهم بيوصل للقلب مش بس ما بين أبناء الشعب العراقي ولكن حتى كنا بالوطن العربي مواجبين جداً ومفتونين بالشعر العراقي يعني يعطيكم ألف عافية شوفنا بالفترة الأخيرة أستاذ علي كثرة البرامج الشعرية وكثرة تقديم الشعراء لبرامج الشعرية فشو لأك بهذا الموضوع؟ أكيد هو موضوع جميل جداً وموضوع لإيصال الشعر الشعبي لفتح آفاق يعني استقطاب شعراء جدد أنت تعرفين اليوم البرامج التلفزيونية يعني عندنا عدة أسماء واصلة أيضاً موجود برنامج شعري في قناتكم للمبدع مهند العزاوي تحياتنا إليه وأيضاً رائد أبو فتيان وكثير كثير من الشعراء عندهم هاي البرامج الجيدة نعم لكن إحنا يعني ياريت أنه يكون الاختيار للشباب الجدد يعني ياريت يكثفوننا من هذا الموضوع خلي الناس تطلع خلي الناس تبرز البرنامج الشعرية هو مؤساء بالعكس إضافة للشعر الشعبي وأيضاً طرح مواضيع جديدة للناس والذائقة فأنا معه مع البرامج الشعرية أكيد نعم جميل طيب بختم لقاءنا أستاذ علي بدنا نسمع منك شعر أنت كتبته يعني أجمل ما كتبت إهداء لدجلة إهداء لدجلة نعم 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 أكيد إحنا من نكتب القصيدة الغنائية تعرفين أنت مرة تنكتبها على لحن أو مرات لا أنت تكتبيها وتزيها للملحن حتى يشتغلها ويتم بعدها تنعرض على أحد المطربين فلذلك أنا اللي قريتها قبل قليل هي قصيدة غنائية نعم اللي قريت لك إياها يا قلبي للجامل بعد حلو فيتم الإختيار يعني تكتب القصيدة وتعطيها للملحن الملحن بعدها هو يختار المطرب اللي يحسى أنه تلقم صوته الموضوع يلقم صوته بعدها تشتغل الأغنية وتنزل بصوت المطرب أكيد نعم نعم جميل وأنت مين أكثر الشعراء اللي بتحب تسمعي لهم أنا أكيد أسمع لي طبعاً تحياتي لكبير ضياء الميالي نعم هذا الرجل عراب يعني عراب الأغنية هذا الرجل عراب الأغنية تحياتي إلا من خلال قناتكم نعم أكيد تحياتنا لإله نحن كمان عمل بصراحة خليني أضيف شيء أكيد خليني أضيف شيء ولو وقتكم ما يسمحي جوز نصرة البدر وضياء الميالي نعم تحياتنا لهم يعني صنعوا جيل نعم طبعاً جيل كامل جيل كامل جيل مطربين كامل يعني لحد الآن إحنا نسمحهم نعم نعم أكيد تحياتنا لإلههم جميعاً ويعطيهم ألف عافية لكل شخص بيترك بصمة إيجابية بأي مجال من المجالات اللي بيعمل فيها نحن نبدأ نشكرك أستاذ علي غازي لقاءنا معك كان رائع جداً وكلامك رائع جداً نتمنى لك للتوفيق وأهلاً وسهلاً فيك شكراً جزيلاً وشكراً لقناة دجلة وشكراً لصديقي عمر الجراح تحياتي لكم وشوفكم على خير شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر